المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في يوم آخر من تغطيتنا السنوية المستمرة لفعليات الجمعية العامة في دوراته السادسة والسبعين ويسعدنا اليوم أن نجلس مع السفير الأمريكي مارك والاس الرئيس التنفيذي لمنظمة متحدون ضد إيران النووية لمناقشة ما يعنيه سقوط فارستان في قبضة حركة طالبان للمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران السفير مارك والاس الرئيس التنفيذي لمنظمة متحدون ضد إيران النووية مرحبا بك إلى العربية سيدي شكرا طلال لصدافتي هل تعتقد أن إيران وأمريكا ستعودان إلى طاولة المفاوضات وأن عاشي الاتفاق النووي من المستحيل العودة إلى خطة العامل الشامل المشتركة فعندما ننظر إلى عناصرها ندرك بأنه من المستحيل العودة لالاتفاق الذي تمت صياغته في عام 2015 نحن الآن في عام 2021 واتفاق 2015 لا تنطبق أحكامه على عام 2021 عبرت أمريكا والقوى الغربي عن رغبتها في معاولة إعادة الإنظيمة لا يشبه خطة العامل الشامل المشتركة وربما اتفاق أشمل وأوسع إلا أن تصرفات إيران تجعل هذا الحل مستعصيا فقد ازدادت سلوكياتهم المتشددة والقيادة التي اختارها آية الله خامنائي لتولي سواء دور المفاوضين ووزارة الخارجية والمخابرات وحتى الرئيس كلهم أكثر تطرفا سلوكياتهم باتت أكثر تشددا ويبدو أنهم يخرقون العقوبات الأمريكية والغربية أنظر إلى أسطول إيران الشبحي كما نسميه لديهم أكثر 120 سفينة تهرب النفط بشكل غير شرعي وتبيعه إلى الصين لتبقي الاقتصاد الإيراني صامدا أنهم يخرقون العقوبات في تجاهل صارخ للعقوبات الأمريكية ويفلتون من العقاب لذلك أعتقد بأن سلوكيات إيران أصبحت أكثر تشددا وابتعدت عن أعراف الشرعية الدولية ولذلك أعتقد بأن احتمالية مفاوضات قصيرة الأمد ضعيفة إلا أن الغرب أظهر ميولاه تجاه العودة إلى المفاوضات أكد الرئيس بايدن في كلمته أمام الأمم المتحدة عن رغبة إدارته في العودة للانضمام والامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا ما فعلت إيران نفس الشيء هل يبعث بذلك الرسالة المناسبة؟ أعتقد من هذه الرسالة السياسية مثل أغلب الرؤساء بايدن لديه جمهوره السياسي المحلي وكان أساس حملته الانتخابي هو العودة للتفاعل مع إيران وكما نعلم جميعا فقد انتخب رئيسا كما قلت لا أعتقد بأنه من الممكن العودة إلى اتفاق النووي بسبب القيود الزمنية وأحكام القضاء على سبيل المثال عندما ينتهي الحضر على نقل الأسلحة بموجب الاتفاق فلابد من إجراء تغييرات على الاتفاق أعتقد بأنه لمح بشكل أقوى ما يستوجب عن رغبته في العودة للتفاوض مع إيران والإيرانيون يفسرون ذلك من وجهة نظر التفاوض على أنه علامة ضعف وهذا ما جعل سلوكيات إيران والقيادة المحيطة بآية الله خامنة هي أكثر تطرفا وتقوم بأعمال غير الشرعية وبشكل سافر وتخرق العقوبات أعتقد بأن تلميحات بايدن عن رغباته كانت أقوى من اللازم والإيرانيون يحاولون استغلال ذلك الآن كيف تحلل كلمة الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة ولغته ونبرته تجاه الولايات المتحدة وكان الزمن عاد بناء الوراء يا طلال لقد ذكرني كثيرا بالرئيس أحمد نجاد أعتقد بأننا نستهلك الكثير من الوقت في محاولة لتحليل الفارقة بين أحمد نجاد وروحاني وإبراهيم رئيس وفي الحقيقة حاكم إيران هو آية الله خامنئي وسياسات إيران وفكرها المتشدد كلها لم تتغير ربما تغير وجه النظام في إيران على مر الزمن إلا أن سياسات إيران لم تتغير أحمد نجاد على سبيل المثال تحدث بنا برقاسية جدا إلا أنه عبر عن رأي قيادته والرئيس روحاني الذي كان معروفا بالشيخ المبتسم بسبب تصرفاته وسلوكياته اللطيفة وجه نفس الكلمات القاسية ومع ذلك أعتقد البعض بأنه كان معتدلا ورئيسي الآن يعتبر متشددا والحقيقة هي أنهم كلهم متشددون وكلهم يعكسون الاختيار الشخصي لآية الله خامنئي وجهات نظره التي لم تتغير تجاه أمريكا والسلام الدولي والتعاون إنه نفس النظام المتشدد والفكرة المتشدد لكنهم يغيرون نقاط الحديث أحيانا هل لدى إيران أي أسباب تدفعها لتقديم التنازلات سواء في المحادثات النووية أو حتى في محادثاتها مع القوى الإقليم الأخرى ودول الجوار بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الأسلوب الذي جرى عليه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان مؤسفا وأعتقد أنه يمثل ساعة مشرفة في تاريخ السياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية أعتقد بأن إيران ترى هذا الانسحاب على أنه علامة ضعف ويشعرهم بالارتياح ربما على المدى القصير لأن ذلك يشجعهم على زيادة سلوكياتهم غير الشرعية وخروقهم للعقوبات وانتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم للحوثيين وحزب الله وحماس ووكلائهم الآخرين في المنطقة على المدى القصير لكنني لا أعتقد بأن الانسحاب من أفغانستان يجب أن يفسر على المدى البعيد بأنه علامة على ضعف في الولايات المتحدة فلا زالت أمريكا هي أقوى دولة في العالم وتستطيع فرض قوتها وإذا ما استمرت إيران في سعيها للحصول على برنامج نووي غير شرعي وتستمر كونها الدولة راعية للأرهاب فسنشهد استمرار ردود الأفعال الأمريكية قد لا تكون قرارات أمريكا دائما متطابقة إلا أننا نرد ونقف في وجه إعدائنا أحيانا التوقيت لا يكون مثاليا لكنني مع ذلك نردهم هذه الرسالة يجب أن تدركها إيران لا أعتقد بأن إيران تدرك ذلك الآن وربما تعتقد بأن أمريكا أضعف وتحاول استغلال هذا الضعف لتعزيز موقفها الاقتصادي وموقفها في زعزعة دول الجوار ودعمها للإرهاب هل تعتقد بأن تزايد التوتر الصيني الأمريكي سيزيد من تعقيدات الجهود الأمريكية لكبح البرنامج النووي الإيراني؟ لا شك بأن مسألة الصين تزيد من التعقيدات وستبقى على هذا الحال سنوات قادمة إلا أن العقوبات الأمريكية والضغط الأقصى على إيران سيستمر بالضغط على اقتصاد إيران وإذا كنا جادين في فرض تلك العقوبات وإضافة عقوبات جديدة أيضا حاليا الأسطول الشبحي الإيراني المتمثل بسفن إيرانية تاجر مع الصين تتحدى العقوبات الأمريكية فريقنا في منظمة متحدون ضد إيران بقيادة تيري يونغمان يراقب حوالي 123 سفينة إيرانية تنقل النفط بشكل غير شرعي من إيران إلى الصين يوميا حان الوقت للغرب وأمريكا لفرض العقوبات على هذه السفن وتحول إلى سفن ميتة في عرض البحار فإذا فرضت العقوبات على هذه السفن فلن تتمكن من التواصل مع الموانئ الشرعية العالمية يجب أن نغلق ثغرات حملة العقوبات القصوى ونضح لإيران بأننا لن نتهاون مع تملص العقوبات ودعمها للإرهاب وسعيها لمستمر الحصول على أسلحة نووية هدد مدير المخابرات الإيراني يوم الجمعة ما أسماه القواعد الأمريكية الإسرائيلية في شمال العراق كيف ترون هذا التهديد؟ للأسف هذا التهديد هو تكرار لنفس القصة القديمة شهدنا نفس التصرفات والتخطيطات من قبل قاسم سليماني السلف هو الإيديولوجي الذي احتل منصبه مختلفا ولكنه عبر عن نفس السلوكيات إيران لقد شهدنا خراط إيران في نشاطات مزعزعة عبر وكلائها من الميليشيات في العراق ووكلائها مثل حزب الله وحماس فنشاطات إيران المزعزعة لمنطقة مستمرة وتستمر باستهداف مصالح أمريكا وحلفائها العرب وأصدقائنا أيضا الإسرائيليين هذه النشاطات تتزايد والإسرائيليون يتحدثون الآن بشكل واضح عن رفضهم للسكوت في وجه هذه السلوكيات واستمرارها بالتطرف لذلك أعتقد بأن الوقت قد حان لأمريكا لعادة فرض العقوبات القصوى وتذكر إيران بأننا نستطيع ضربها من أجل كبح سلوكياتها التوترات المتصاعدة بين إيران والغرب هل سترغم إيران على المحافظة علاقات جيدة بدول الجوار من أجل تخفيف وطأة العقوبات وعزلة إيران أعتقد بأننا نستطيع أن نصف ما يجري في إيران الآن بمتلازمة المحتال إيران ودول الجوار أو بعض دول الجوار تتظاهر بأن علاقاتهم جيدة وأن الأمور بينها على ما يرام إلا أن الحقيقة هي أن التوترات تحت السطح بين إيران ودول الجوار بلغت ذروتها والسبب وراء ذلك هو أن مصالح إيران تكمن في الهيمنة على المنطقة لخلق الهلال الشيعي وما لم تغير إيران هذه السلوكيات بشكل جذري فلا سبيل لتفاعل دول المنطقة مع إيران مع استمرار سلوكياتها المزعزعة للمنطقة حتى وأن كان ذلك يحصل في الخفاء نظراً للروابط الحالية بين إيران وبعض قادة طالبان والقاعدة هل بوسع إيران أن تعرض دور الوسيط بين الغرب وطالبان؟ طالب لقد سمعت هذا المفهوم حول لعب إيران لدور الوسيط وأنت سمعته أيضاً مراراً عبر السنوات كمحاولات مقبل بعض المدافعين سلوكيات إيران ينكن واضحين لا يمكن لإيران أن تلعب دور الوسيط بأي شكل من أشكال النظام الإيراني غير معتدل أنه نظام إيديولوجي متطرف وفي جوهره يعارض أمريكا والغرب وحلفائنا ويسعى للهيمن على المنطقة فهذا المفهوم القائل بأن إيران يمكن أن يكون لها تأثير اعتدالي بأي شكل مثير للسخرية بكل صراحة لديهم اختلافات إيديولوجية واضحة مع طالبان ونفس الشيء كان مع القاعدة ومع ذلك استمعنا عبر السنوات بأن إيران مستعدة لعقد تحالفات غير مقدسة لمواجهة والإضرار بأمريكا وإسرائيل وحلفائنا العرب لذلك لا أعتقد بأن هذا الطرح حول لعب إيران لدور الوسيط مع طالبان هو أمر جدي طالبان وإيران متطرفان إيديولوجيا مصنوعان من نفس النسيج لكن بألوان مختلفة هل ستساهم العلاقات القديمة بين القاعدة وإيران في تسهيل عودة الآلاف من أعضاء القاعدة للعودة إلى أفغانستان؟ هذا مصدر قلق كبير لقد بات جليا الآن بعد أن تم الكشف عن استضافة إيران لعدد كبير من عملاء القاعدة عبر السنوات وكما نعرف فأن أفغانستان كانت المقر الأم للقاعدة عندما شنت هجماتها ضد أمريكا فالتعامل القاعدة والعودة المحتملة لبروزيا القاعدة في المنطقة أمر مقلق جدا سنرى ما ستفعل إيران في هذا الخصوص لكن إذا وفرت إيران الممرات الآمنة لأعضاء القاعدة من إيران إلى أفغانستان لعادة تأسيس قواعد القاعدة في أفغانستان فهذه من وجهة نظر يتمثل أعمال حرب لأن مهمة القاعدة الأساسية هو الحاق الأذى بأمريكا وهي بأشكال عديدة مهمة إيران أيضا أعتقد أن علينا مراقبة ذلك عن كثب ولننتفاجأ إذا ما حصل ذلك نظرا لرغبة إيران في الانخراط في النشاطات المزعزعة في المنطقة فقد شهدنا ذلك في اليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية والعراق وشهدنا هذه النشاطات في كافة أرجاء المنطقة أنا قلق جدا من أن القاعدة أو توفير الموراة الأمنة مقبل إيران مع قاعدها في أفغانستان هذا الشيء يجب أن نراقبه عن كثب دخلت إيران مرحلة العامين قبل الانضمام رسمي لمنظمة شانجهاي للتعاون وهي أكبر منظمة إقليمية في العالم من ناحية النطاق الجغرافي وتعداد السكان هذه المجموعة تمثل ثلثة أراضي العالم وتصدر بقيمة تريليونات الدولارات في كل عام هل تعتقد بأن عقوبات أمريكا يمكن أن تكون الحاجز الذي يقف في وجه الصادرات الإيرانية إلى السوق الآسوي وهل يجب الاستمرار بفرض العقوبات لنكن واضحين إيران معارضة لعقوبات شاملة حتى يومنا هذا المسألة تكمل في تطبيق هذه العقوبات انضمام إيران لمنظمة شانجهاي للتعاون هو محاولة للتصديق على التجارة غير الشرعية الجارية حالياً كما ذكرت هناك تجارة ضخمة في المواد الهيدروكربونية غير الشرعية بين إيران والصين حالياً ومن المهم أن نفرض العقوبات على تلك السفن وشركات الشحن لتعلم كل شركات التأمين ومكاتب التسجيل بأنهم سيكونون معارضين العقوبات إذا استمر تجارة المواد الهيدروكربونية بين الصين وإيران أن هذا الانضمام واحتمل إلى منظمة تجارة رسمية هو محاولة التصديق على تجارة غير شرعية جارية حالياً يجب أن لا نسمح بحصول ذلك مصدر إيران الوحيد للعملة الصعبة ولدعمها لنشاطات المزعزة التي يقوم بها وكلائها في المنطقة هو إيرادات مبيعات الهيدروكربونات الصين تشتري النفط الإيراني بسعر مخفض لأن هذا النفط مهرب بشكل غير شرعي وبواسط أسطول إيران الشبحي من إيران إلى الصين يجب علينا إيقاف وتطبيق حملة العقوبات القصوى على هذه السفن يجب أن يكون هذا هو شرط مسبق بالخيرات في أي مفاوضات مع الإيرانيين شغلت مصب السفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وأنت في الحقيقة تعرف هذا منظم أفضل مني سمعنا بأن طالبان طالبت خطياً الأمم المتحدة المصادقة على السفير لحكومة طالباني هنا في الأمم المتحدة اسمه سهيل شاهين أنه المتحدث الرسمي في قطر وكنت أتساءل ما رأيكم بذلك؟ نحن ندرك بأن طالبان بالتأكيد لا تزال خاضع العقوبات وصدر بحقها قرارانهما واحد نستة سبعة وواحد ساعة ثمانية ثمانية هل بوسعي كيان خاضع للعقوبات أن يكون له ممثل هنا في الأمم المتحدة؟ أولاً طالب علينا اختلف معك بالرأي أنت تؤدي هذا العمل منذ فترة طويلة وأنت في الواقع تؤدي دور السفير الصحفي والسفير الأمم المتحدة ولا أحد يعرف أكثر منك عن الأمم المتحدة يا طالب لكن السؤال كواجيه وكما تعرف أفضل من أي شخص الأمم المتحدة تصادق على الدول الأعضاء وأفغانستان دولة عضو لا أعتقد بأن حكومة طالبان تمثل أفغانستان شرعياً ولا أعتقد بأن هذا المسمى بالسفير يجب أن يصادق عليه إلى أن تثبت طالبان بأنها لن تكون نفس النظام المارق الذي كانت عليه في السابق وأنها لن تقمع حقوق الإنسان في بلادهم ولن توفر الدعم للجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وغيرها التي استضافتها أفغانستان في الماضي فالأمم المتحدة غير ملزمة باستضافة طالبان أنها ملزمة باستضافة أفغانستان وهناك فارق بين الأثنين وأعتقد أن هذا الفارق يجب أن يوضح سبق وأن قلت ذلك عندما كنت سفيراً لدى الأمم المتحدة ولا أعتقد بأنه من المناسب لدولة عضو في الأمم المتحدة أو دولة تسعى للانضمام إلى المتحدة أن تكون خاضع لعقوبات إحدى الهيئة الأممية وكلها صوت في هيئة أممية أخرى فما لم تظهر طالبان بأنها تختلف بشكل جذري عما كانت عليه في نخفتها الأولى فيجب أن تبقى ضمن قائمة الدول الخاضعة لعقوبات وكل من أدرج اسمه ضمن قائمة العقوبات فلا يجب أن يكون لديهم تصادق عليهم متحدة ويمثل دولة أفغانستان الوقت بدأ ينفد مننا ولكن بقي لدي سؤال آخر حال موضوع مختلف هناك مطالبات في الولايات المتحدة لثلاث شركات بقاطع علاقاتها مع الشركة التركية مصنعة للطائرات المسيرة اسمها بيكار مكينة واحدة من هذه الشركات الثلاثة قطعت علاقاتها بالفعل هل كانت توضح لنا المزيد عن هذه المسألة هذا السؤال جاء في الوقت المناسب يا طلال خاصة مع زيارتي رئيسي أردوغان لنيويورك في موكب ضخم ليفتتاح البيت التركي ويدعو بأنه قائد كل المسلمين في العالم وفي نفس الوقت الذي افتتح في هذا المبنى الذي بلغت تكلفة سعره مليار الدولار نرى مظاهرات الطلبة والشباب في الشوارع تركيا يطالبون بحقهم في الإسكان كم هو مثير للسخرية أنه يتظهر بشيء غير حقيقي وما عليك سوى لطلاع على سلوكياته العسكرية وصناعاته الدفاعية واستخدام الطائرات المسيرة طائرات تي بي تو المسيرة التي تستخدم في عمال القمع الوحشي للمدنيين الأبرياء سواء من الأكراد أو آخرين في ناجورنو كارباخ من الضروري أن من الضروري أن تقوم الشركات الغربية المصنعة لقطع الطائرات المسيرة هذه أن تكفى عن توفيرها لشركة تركيا المصنعة للطائرات المسيرة من غير المناسبة أن تقوم شركات مثل نورثروب جرومن أو زايلينك أن تزود القطع لهذه الطائرات المسيرة المستخدمة بأشكال غير مقبولة لقد آن الأنوان للولايات المتحدة أن تصدر القرار وسبق أن توقفت العديد من الشركات أن توفير هذه المواد للرئيس أردوغان وزملائه أعتقد أن بقية الشركات يجب أن تحوذوا أحذوهم السيفر مارك والس رئيسة تنفيذ المنظمة المتحدون ضد إيران نووية أشكرك على هذه المقابلة وعلى أجاباتك وتمنى لك التوفيق في جهودك شكرا وكذا وصلنا مشاهدين الكرام إلى نهاية مسيرتنا اليوم نشكر لكم كرم المتابعة هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويوك ودبيل استودعكم وحتى الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة